تطورات الأوضاع في المنطقة والعلاقات بين لبنان وإيران بحثها رئيس الجمهورية ميشيل عون مع مستشار الرئيس الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولاية والوفد المرافق وكان المسؤول الإيراني قد هنأ من عين التين اللبنانيين حكومة وشعبا بالانتصارات التي تحققت على الإرهابيين سوف لا ينجح في الساحة السورية أيضا ونحن سوف نشهد في قريب عاجل تقدم القوات الحكومية والشعبية في سوريا ومن السراء الحكومي أشهد ولاية بأداء الرئيس سعد الحريري لحكومة الائتلاف الوطني الانتصارات التي تحققت في الأون الأخيرة في لبنان حكومة وشعبا في مواجهة القوى الإرهابية نحن نشيد ونحبذ بهذه الانتصارات ونحنئهم بهذه الانتصارات ونحنئ السيد الرئيس حريري بذلك ونتمنى لهم المزيد من التوفيق والنجاح وفي إطار جولته على القيادات اللبنانية التقى ولايتي وزير الخارجية جبران باسيل والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله